نعم رح ورحيم سلام عليكم ومحمد الله معي ايفون XS الجهاز في مشكلة في الشبكة تمام الجهاز متفرمد وسيريال نمبر G6 نوصل الجهاز على الكمبيوتر نروح على الايمي نشوفها مموجود والسريل نمبر نهايته جي ستة. نهاية السريل نمبر جي ستة. فا مو موجود. اه. اتوقع ممكن يكون في فصل في البوردتين. ممكن يكون في مشكلة في دائرة الشبكة. لكن الجهاز في عليه شغل سابق. فاحنا كل اللي علينا الان. هنفصل الجهاز. ونحطه على البريهيتر. تمام? ونفصل البوردتين. طبعا بعد ما فصلنا البوردتين. اه. حننظفها. اه. 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 صفحة. تمام? ونجرب على. نرجع نعطي. شكرا 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 رجوع شكرا 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 تمام الان هنجرب نعطي سوفتوير للجهاز تمام ونشوف مرحلة بيس باند هل حيتخطاها ولا حيعطينا عليها ارور في حال اخذنا عليها ارور نروح نتوجه لفحص الممانعات ونتأكد انه كل شي عندي انا سليم اشتركوا في القناة هذا هو الجهاز نفسه البي جي ستة نهايته جي ستة هنروح نعمل له فلاش كويك فلاش 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 تمام مرحلة البيس باند مثل ما احنا شايفين تخطاها ولله الحمد فيفضل عندي موضوع شاب لنا فقط ان شاء الله اشتركوا في القناة تمام اه فصلت بس كابل عشان ما يدخل الجهاز معي على وضعية تمام بس يطلع الشريط ارجع اوصل تمام اوكي الان لازم يظهر عندي انا الايمي في حال ما ظهر لا ولا ظهر في حال لو مو ظهر الايمي كان بامكانه نضغط بس نشيل الكابل ونرجع نركبه الآن الجهاز تمام حيقرأ معي بالكامل بعد ما يفتح نرجع نشبكه على الكمبيوتر ونعمل اكتب اختار اكتب عشان ناكتب الجهاز ونشوف حيطلب مننا ايميل بس ننتظر يفتح هذا هو تمام بس ننتظره يفتح تمام بس ننتظره يفتح ترجمة نانسي قنقر تمام هذا الجهاز فتح طبعا ما في لمس لأنه كابل اللمس ما هو راكب سأرجع أوصل الجهاز ترجمة نانسي قنقر 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 تمام؟ يطلب ايميل أو يأكتف تمام؟ ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 كما يكون شكرا شكرا الارجل. لو رفعنا الشبلونة من هالاتجاه. اشوف انه ما في شي ماسك عندي. احاول ارفع من الجهة الثانية اشوف ما في شي ماسك عندي. فانا ارفع الشبلونة واتوكل عني. تمام? مثل ما احنا شاكين هذا هو جميع الارجل مزبوطة ومتساوية. احط عليها شوي غلاكس. اشتركوا في القناة تمام? تكوير بس بهالشكل هذا. احنا كوى لفين. طبعا هنستخدم نفس السخانة اللي فكينا فيها. هنستخدم في جمع البوردتين. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اهم نقطة في موضوع اعادة تركيب البوردتين. انه تكون متساوية. يعني ما اخليها تكون طالعة عندي في هالشكل. ولا اخليها رايحة بهالشكل هذا تظهر عندي في الجهة الثانية الخط الاصفر. او اوزنها بحيث انها تكون متساوية في كل الاطراف. مثلا بهالزاوية هاي شوف الاصفر من الاعلى. اغطي اذا في اصفر من تحت ارفعه. حيث يكون افترض احط وزنه على البورد عشان تمسك معي مضبوط. اشتركوا في القناة. شكرا 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 الان بدأت تنطبخ. انا احاول اهز البوردتين. اشوف هتتهز معي. تمام شوف اذا انهز. هذا هو. لو هزينا البورد يرجع في مكانه. اه. اه الحالة هاي. يكون ركب في مكانه. انا هتبطب. طبطبات خفيفة من الاعلى. طبطبات خفيفة. اشتركوا في القناة. 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 اشتركوا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. آيفون X. الآن كم من ايzt اي SV. نحنیں على جهاز نفسه. المسزل. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. الواي فاي كبير انشغال يجب ان يطلب ايميل ما يعطينا غير قادر على التنشيط اللمش شغال واي فاي شغال والشبكة رجال ايفون اكس اس كان في مشكلة في الشبكة دائما اي جهاز في مشكلة في الشبكة لا تعطي سوفتوير للجهاز يأتي للجميع انا اخوكم وسيم سلام عليكم طلعت على البركاته